اكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين اتخذت نهجا استباقيا استشرفت من خلاله المستقبل مستقبل العمل الشبابي في المملكة وقالت سعادتها خلال مشاركتها كمتحدثة رئيسية في منتدى ميسك العالمي 2024 والذي يقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيق الرياض ويحمل عنوان المستقبل بين يديك إن استراتيجية تمكين الشباب في المملكة ترتكز على خمس ركائز أساسية مؤكدة أن مملكة البحرين شهدت تحولا كبيرا في السياسات المنظمة لعمل المؤسسات الشبابية خلال السنوات الخمس الماضية حيث تطور هذا العمل ليعكس بشكل أفضل احتياجات وتطلعات الشباب مع تعزيز مشاركتهم في عمليات صناعة المستقبل وأشارت سعادتها إلى مبادرة حديث والتي انطلقت أو أطلقت العمل الماضي في إطار يجمع نخبة من الشباب مضيحة أنه تم جمع عدد من الأفكار والمقترحات التي تم تنفيذها هذا واختتمت النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي والذي أقيم لأول مرة بالمملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 27 ألف مستفيد إلى جانب مشاركة واسعة من القادة وصناع القرار والمفكرين والشباب من مختلف أنحاء العالم تم في المنتدى توقيع 15 اتفاقية لدعم الشباب والمجتمع والمنظمات الشبابية غير الربحية كما تعاون مع شركاء المعرفة لتقديم ورش عمل ركزت على التحول الرقمي في التعليم وأدوات الابتكار في ريادة الأعمال واستراتيجيات التوظيف المستقبلية ترجمة نانسي قنقر